اهلا بحضراتكم معنا وحديث القاهرة حديث القاهرة النهاردة في يوم الحد بالنسبة لي انا شخصيا هو اجابة على تساؤلات يعني شغل التفكيري زي ما شغلت تفكيركم والطول الايام اللي تقابلنا فيها هنا في حديث القاهرة كنت بترحى معكم نعمل ايه في مشاكلنا الاقتصادية دي نتعامل ازاي كشعب كبني قدمين مواطنين وكدولة ما احنا في مأزق في مأزق يعني اللي حيقول حاجة غير كده يبقى بيجزب على نفسه سواء كنا اشخاص او عائلات او بيوت او دولة كاملة بتقول عندنا ازمات اقتصادية هنتعامل فيها ازاي اكيد في حلول بس لما يكون عندنا في مصر عالم اقتصاد كبير ومفكر كتابات وناس كتير جدا بتستند عليه عشان تلاقي حلول ومن طلعش منه هو نفسه اقتراحاته ورؤيته للحلول اكيد هنبقى اخفقنا جدا في ان احنا نعرض شكل للحلول اللي نقدر ننفذها ضفنا في الفقرة دي عزيز جدا جدا علي وبعتز بيه على كل المستويات الانسانية والفكرية وغيرها طبعا ضفنا الوزير الاسبق بعيدا عن كونه عالم الاقتصاد الكبير الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبق وايضا وزير التضامن والعدال الاجتماعي الاسبق نورتنا جدا يا دكتور انا بيكي والكريمة والسادة المشاهدين اقولك كريمة محبة يعني ارجوك ارجوك ده من الحاجات اللي تساعدني يعني لان الحقيقة لما نلاقي قيمة فكرية ممكن نستعين بها علشان نخرج من مأزق وما نستخدمهاش فعلا زي ما انا قلت يبقى احنا عندنا خلل دكتور احنا عندنا مشاكل اقتصادية كبيرة جدا وعندنا حال التأزم سواء على المستوى الشخصي او على مستوى الدولة وده بيعلن عنه كل الجهات لحد رأس الدول اكيد في حلول مفيش ازمة ملهاش حل بس اللي احنا شايفينه خلال الفترة اللي فاتت ان احنا في شبه دائرة مغلقة من الازمة ونحاول نعالجها نقع في ازمة اكبر نحاول نعالجها نقع في ازمة اكبر الخلل فين فأزماتنا الاقتصادية دي وفي خلل يعني اللي سميه ابو او ام الخلل كله خلل في التصور الزهني للمسائل يعني انت لو عملت تحليل مضمون للخطاب العام والتصرحات المسؤولين هتقدهاش جدا من تكرار كلمات زي مشكلة تحدي صح ازمة يعني مني تحليل مضمونهاتي مثل اي منعشات عامة سواء في مجلس النواب او في مجلس الوزراء او كده الموضوع ده مثير جدا لانه لما الواحد يبدأ بزهنية دي انه مشغيل جدا اي موضوع يقولك ازمة وهو في الواقع لما الواحد فكر فيه بعمق ولا ازمة ولا احزنهم ها انما بيخلق حالة يعني من التعامل مع الواقع من منطلق المفعول به ما بيوصلش نتيجة ده الجزء الاولان وذلك بيقول الوعي او الادراك مهم جدا وده متواصل بالثقافة بعيدة عن الاختصال لكن حبيت الشرق لكن دي وقت نفعول به دي عشان اوضحها ان احنا بناخد دايرة الاستسلاب والمهم ان احنا نحاول باي شكل من الاشكال نخرج من الازمة دي مزبوط مش ان احنا نبقى فاعلين واحنا نقدر نغير الواقع دي مسألة مهمة جدا انك انت يبقى عندك نزعة الفاعل قليسة نزعة المفعول به عظيم دي واحد اتنين طيب لو انا هبقى فاعل اعمل ايه وازاي انا بقى بينيه كشخص وكجهات وكدولة بالضبط كده حلو فاول شيء الاولويات يعني انت اليوم كنت تتعامل مع اي موضوع بكل جزئياته من غير تصور ليه الاهم وليه الاقل همين لانه الاهم الازم تتعامل معا الاول وتدي له موجود اكتر بقى ان التأثيره اكبر ودرجة الاستعجال ليه او العنصر الزمني بالنسبة له اكثر حساسية فلازم نعمله مزبوط طيب بعد ما تحددي ايه الاولويات ان يجي بقى فيه في كل مجال وبذات مجال الاختصاد فيه طريقة للتفكير وفيه حتى مبادئ عامة لابد من الالتزام بيها وإيه اللي يبقى حلنا زي اللي بيطلع على برج الجزيرة ويتحدى نيوتون طلع له لسانه ويروح قافز على بركة الله تصور ان هو حينزل سليم مزبوط هي ممكن الا اذا وقع على واحد بقس بقى حانة تلاحظه خلاص وحيطلع مصاب برضو طيب ايه رأيك يا دكتور بالكلام المقدمة التشخصيا نحط احنا بقى الاولويات نحطها قدام الناس وقالهم انهم ما يتصرفوا ناخدها تحب ناخد الاولويات دي هرميا من الشخص للمؤسسات ولا من المؤسسات للشخص لا من المؤسسات باعتبارها الفاعلة اكتر في السياق المصري وبعدين ننزل لمستوى الشخص الدولة عندها مجموعة ازمات دلوقتي لو قلنا اهم الازمات في دائرة الاولويات لحضرتك قلتها دي ازمات الاقتصادية اللي لازم تواجهها عظيم اولا خليني اتوقف عن كلمة الدولة لان الكلمة دي غيزاني جدا مش عشان انت قلتها انها متكررة اقولك الدولة المصرية الدولة المصرية دولة المصرية الحكومة يا جماعة ايه بالزبط كده معاياك لا اصبح موضوع مهم ليه لانه انت الدولة عبارة عن شعب الاول على ارض وبيختار حكومة كواس كده فالموضوع ما يختزال شيء لحكومة نقول هي الدولة والحكومات متغيرة والارض والدولة صحيحان دك حق جدا الزبط كده فدي نقول مثلا لو قلت الحكومة بتواجه ازمات ماشي اوكي ولكن بما انها هي اللي بتتولى مقاليد الامور يبقى مصر محروسة بتواجه ازمات خصوصا انها بتأثر على الشعب فاحنا خلاص بقيت الدولة كمان بتواجه الازمات فهنا لو جينا نقول يعني فيه الصدارة كده الاسعار ده بقى حديث كل بيت وكل ساعة اوحية تكلم شكده اللي هدين نمرة واحد وبعدين قصت بقى الدولار يا جماعة ايه اللي يحصل في الدولار كان عندي اصدقاء النهارده وعايز يعني انكشهم شوائفة قلتولهم ايه اخر الاسعار بدت معتدين قولي ايه اخر الاخبار فقلتولهم ايه اخر الاسعار فهم زهلوا في البتاع فخلينا اقول مثلا ناخد قضية الاسعار وانا هي بتكلم من زاويتين زاوية الاولى زاوية انا كاقتصادي محترف كويس والزاوية التانية زاوية كوزير ممارس انا مسكت ملف الاسعار ده كوزير تنوين مزبوط وطبعا عايز انتازم ونازبة وقول لو تتكلم على السكر او الرز زاوية تضبط القضية كلها والبصل نصبت والبصل وغيره هنا العنوان الكبير اوي هو عنوان تنظيم الاسوق وليس مجرد رقابة الاسوق الرقابة تأتي بعد التنظيم ليبا انت مثلا في مباراة لقرة القدم وطبعا الاهلوية مبسطين جدا وعمل عاملة جميلة قبل ما يفرحوا بكرة كمان فانت بتنزل اللعيب الملعب عددهم معروف مش كده ولا ايه ومواقعهم معروفة واللي ممكن الممنوع والمسموح معروف صح ده التنظيم بتاع العمليك وبعين بتوقفي حكم عشان يعرف اللي ملتزم بدا اللي مش ملتزم صحيح وبعدين الخروج على القواعد اللي هو جزاء ياصي لحد الطرد من الملعب صح كلام صح هذه اللعبة اللي كل الملايين بتتبيعها يوميا ومنشرة بيهنا اما نيجي نقارن ما يحدث في ساحة الاقتصاد متصل بسعار تجد شيء مختلف تماما اولا ما فيش تحديد من هم اللاعبين يعني سألتيني مين اللي بتاجر في السكر مثلا او اللي كتوب الارض بتاجر في السكر عظيم او القرص ده صحيح انا بكلم على على معرفة وعلم فده اول حاجة فده بيتم تحديده ازاي ومين الجهة اللي بتقوم بتحديده الجهة اللي بتقوم بكده اولا فيه تنظيمات مهنية ومثالة في الاتحاد العام للغرف التجاري والغرف الداخلية تحته الغرف لا اعضاء وبالتالي لا جوز ان يمارس هذا النشاط الا عضو الغرفة وما عاد ذلك عليه ان يطبق عليه ان انت الاقاف على الاقاف طبعا طبعا لا ومسألة لانه يعني واحد على الاقل الاقاف يعني تخيله واحد مش طبيب وراح يعمل عملية تقريبا انتو عادل دي مش اقل خطورة من ان حد ان انت بتلعب في قوت المصريين مزبوط فدي دي نوتة الاول تحديد نوتة التانية بقى احد دي طب ايه القواعد بتاعت اللعبة هنا مثلا قواعد انك انت لا تحجوبي السلع عن التدول تخزين السلع لتعطيش السوق مقدمة لرفع السعر استغلال من الزرف ممنوع بيقوم بها افراد نعم بيقوم بها افراد ومن المفترض ان احنا بتشوف فيه ادوات يعني رقبية للي يتتمل ابضع عليهم ومصادرة الحاجات من وقع اللي بيقدروا يتوصلون هنا عايز اقول القاعدة انا طبعا كنت وزير وبعدين جيت اقرى القانون اللي انا اشتغل به خلي بالك اللي هو قانون ايه المهمة المعروف اسم قانون التموين هذا القانون صادر سنة 1945 خلي بالك واحنا وقتها نكون في 2011 بعد بعد صورة هنا ايه بعدما تيجي تتكلمي لو واحد عمل كذا كذا يوقع عليه غرامة 300 جنيه سنة 1945 كان 300 جنيه تشتري في الدان ارض وامارات سنة 2011 تلتمية جنيه ما تجيبش جاز ما تكوتش ولا اين كان انا بادي مثال للسخرية عشان اباين تقولت ما نفعش الكلام ده تكلمت المجلس الاسكري يا جماعة انتم مدخلين المعركة ومش مديني لا زخيرة ولا بنادق اشتغل ازاي طلبت حاجات انه فيه وذلك وقلت اللي هيهرب البتجاز هنعمل له عقوبة اعدامة تغليز العقوبة للحد الاقصر طبعا لانه في الاقتصاد فيه نظرية نظرية الجريمة الاقتصادية بتقول نابد ان يتناسب العقوبة على الجريمة من يتناسب مع حجم المكسب المتحقق هي كده اتقال انما لو مثلا انا هعمل عمل خلق القانون واكسب مريين وبين ادفع الاف مثلا اوكي ماشي يعني هعمل وبعدين تتجازف وتعمل بالزبط كده هذه نقطة الاولى بنظم السوق بحدد يعني الممنوع والمسموه وبعدين يتطبق الكلام ده على الجميع بكل سرامة وبلا تمييز وبلا ابطاء كمان لكن قبل ده وبعد ده انت في نهاية بتشتغل السياسة لاني كنت تشتغل في مجتمع وبالتالي لابد الافصاح للمجتمع تشارك المجتمع معاك بالسبرار في الوضع يعني ما تقوليش ما عنديش مشكلة سكر لا فيه مشكلة سكر يبقى اول حاجة انا اقول يا جماعة احنا عندنا مشكلة سكر ومشكلة السكر نتجي عن واحد اثنين ثلاثة واحنا نقولين نعمل الاف بهجيم عارفة ما هيش سر حربي على الال النص تقف معاك بدل ما تبقى عمالة نومك دي نقطة نقطة مهمة جدا جدا يعني ده مش موجود يعني اللي موجود الناس نموا تصحى تدور على السكر ما تلاهوش فانتشر شائعات على مواقع التواصل فتبتدي الحكومة تطلع تصريح وتبتدي تطرحوا في الاسواء اللي تقدر تتحكي دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية فيه في الاقتصاد اللي احنا بنسميه التوقعات توقعات بمعنى انه اذا الناس توقعت ارتفاع السعر هتتصرر بما يؤدي الى تحقق هذا التوقع فهتجري تاخذ السلع واللي بيبيع السلع هيحجبها عشان السعر البكرة هيبقى يعزل من النهاردة فانا مش هبيعها خليمها تبني بتبقى توقعات ولا شائعات في سوق زي السوق المصري لا هو افرق بين التوقعات وشائعات كلام بيتداول ولا اساسة لهم من الصحة لكن التوقعات كلام بيتداول وتصورات في ذهن الناس مبنية على حساب من مجريات الامور على ارض الواقع فبتقول ان احنا زرعنا قد كده ارض طلع قد كده محصول فهيبقى عندنا عجزة قد كده حلو طب حضرتك بالوقات قلت لنا على العملية التنظيم وعلى عملية السماح وعلى عملية العقوبة لكن في جزئية مهمة وهي ان انا لو دخلت دول كلهم وما كانش عندي عنصر الفاعل في ان انا اتحكم في السوق انت في سوق حر معنايا كل حد برضو اذا اتفقوا مع بعض هيحطوا السعر اللي يناسبهم وانا مش اقدر اتدخل فيه جميل جد لا فيه بقى بالزبط الحال التكلم فيها كريمة انا عيشت واجهتها لما كنت وزير تموين في 2012 وفجأت لانا كنت بسهمي وقتها عصابة السوق انا اقول الكلام من غير تزوية عصابة الرز خمسة بيتجروا في الرز معروفين بالاسم والوزارة بتقدم كل شهر بمناسة هم بيشمشموا الاخبار ويربطوا مع بعض فشكلها مناقصة وهي مش مناقصة مربطين حاولت اشتغل سياسة معنا بالأول انا حريص جدا انا قلت رمين الزعيم قالوا فلان فلان هاتهولي قالوا لي نجيبه يعني قابلك لا وقال لا لا ما يستحقش وقابلني هتوقى التليفون صحية انا بحب دايما نقدي لكل حاجة يعني مكانها بالظبط مكانها بالظبط فلما يقعد معايا لا دي حاجة كبيرة جدا خليه الاول نشوف خالتولي يا ابني احنا بنحاول نساعد الناس الغلابة انها تعيش وعندنا مزانية محدودة والملتزمين قدام المواطن احنا نديلوا اثنين كيلو سكر للفرد على البطاقة في الشهر بسعر الدكاوتاك كان حوالي اثنين جنيه ونصف او ثلاثة قال لي ما عليك ده سوء وعنده وطلبه كامل قلت له انا انا وستاذ اختصاط وعارف ايه معنا عده وطلب ممكن نلعب معاكم اللعبة دي ولكن احذر السوء عضيته قلعب من عضة التعبان طبعا فانا هلعب معاك اللعبة دي بس انا قلت يمكن نتفاهم مع بعض ونمشي الامور لكن مدام انت عايز توصل لكده ماشي بس ما جيش بعد كده تسرخ خلاص جبت الموظفين خل بالك النزام بيمشي ازاي ايه يا جماعة نتقال النزام ان احنا تولدنا كموظفين على النزام ده وبنعمل مناقصة كل شهر يتقدم التجار بعروض فنية ومالية بنشكل لجنتين لجنة الفحص الفني ولجنة الفحص المالي ونفرز واللي يرسى عليه العطى يقدم انك تعده كل شهر تتعمل الكلام ده وما عندكش حبةة روز والتجارة عارفين انك انت الشهر الجاي لازم هترجأ لهم عشان المواطن المستني ياخدوا الروز قال لي يقلت له ما ده غلط يعني ده ده في حد ذاته بيشجع التجارة على المضربة كل طول سملي كده الشكل بياني بتاع السعر فلع سلم من 12 درجات كل شهر السعر أعلى من القابلين بتلع هنغير النظام ده تمام وغير ناطم أول حاجة المناقصة كل 13 مش كل شهر عشان معانا دي أربع درجات سلم على متداد السان دي واحد بتدي استقرار أكتر في سنة نمرة اثنين حط شرط إنه لما عجبنيش السعر ألغي المناقصة أفاهموا إن أنا مش إنه تحت تحديد مش مكبر لك بالزبط كده قالوا طبعتهم آه وبعدين عملنا المناقصة ولغيناها والمواطنين بالسانين والرز هنديهم منين شي غريب جد أبترى ما استنزلوا تشتير رز بالفلاحين رز شعير تزيقوا زي التجار مش هامل خلاص عملنا النظام ده خلي بالك إذا حصل إيه بقى نتيجة هم مش هاملوا خبر فجي نكلمهم الزعيم بتاعهم قال لي لا سمعنا أنا هعملوا أضراب قويس أبترى ما هتولي فلان ده على التليفون يا فلان أنا سمعت أنك أتعمل قال لي أيها مع الوزير ما أنت مستقصدنا وإنت راجل يساري ضد القائل قال لي سطوعنا قلترى بصنا أقول لك حاج أقول لك رسالة وبلغها كل الناس اللي يشتغلوا معاك الإضراب إضراب مضارب الرز معناها سجن وأنا مسؤول أدبر لكم عدد كافي من الزنازين للرجال لفوض النترون وللحريم لهم أغذر في الأناط الخيرية خلاص بلغ رسالة دي لزملائك وفهموا الكلام ده كويس وعملوا اللي أنت عايزون وانا هعمل اللي أنا عايزون والنتيجة النتيجة تكلمني بعد ساعة قال لأ أنه مع الوزير ده كان مجرد كلام تنطور وإحنا مش أصدق إذن حضرتك عملت بحث وعرفت سبب المشكلة إيه وجزرها إيه ولاقيت لها حل وبدأت تطبقه ولما اعترضوا حضرتك حطيت الموضوع حاسم وأنا الفاعل ولست المفعول به شفتوا أو ده مثال على اللي قاله لنا الدكتور وكلام ده عن فكرة يعني أنا موثقه بالتفصيل في كتاب بعنوان من الميدان إلى الدوان عشان بس الناس تعرف اللي عايز مزيد تجربة وأدى شكل كتاب ده الكتاب من الميدان إلى الدوان مذكرات وزير في زمن الثورة يعني الموضوع اتنشر واللي عايز يشوف الدرس والطبق وجاب نتيجة ازاي اهو من ضمن الأشياء المذكورة في هذا الكتاب القايم طيب الموضوع الأولين الأسعار بلا أسعار بس أنا مش عايز الوقت يسرقنا وعايز أخذ موضوع الدولار أوكي خلاص نقلب على الدولار يعني معلش لأنه أصله مهم جدا احنا عندنا أزمة كبيرة جدا في موضوع الدولار الحقيقة واللي يقول حاجة تانية برضو حيبقى بيهزر يعني أول أزمة فيهم إن احنا عندنا سعرين موجودين على الأرض سعر فيهم في البنك وسعر بيتغير كل شوية في السوق الموازي والحاجة التانية فكرة تدبير الدولار وإحنا عندنا أزمة فلازم ندبر دولار وعندنا أقصات لازم تندفع وأنا هكون بمنتهى الصراحة من حق يبقى عندنا طالما ما عندناش عنصر داخل الدولار الدائرة دي نخلص منها ازاي يا دكتور؟ دعي أول شيء نرجع لما دعو التصور الزهني دي مسألة في رأيي أساسية في كل حاجة كل حاجة أنت أولا اختزال في حاجة أسماء النائد الأجنبي الإخصائدين بيتكلموا عن حاجة أسماء النائد الأجنبي العالم في ما يقرب من مئة عملة متدولة على مستوى العالم من بينها الدولار الأمريكي ولا يصل عملة الوحيد دي دي مرة واحدة نمرة اثنين إن الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي دولة الدولار الأمريكي لازت هي أهم شريك اقتصادي لأن صغيرة منت الكلام ده لو خدت بمعايير بنتاجر معهم بكام بكواس كده بناخد من المستثمرات بعد إيه كل الكلام ده هتجد أنه في الواقع الدولار الأمريكي ده والدولة التي يمثلها ليس هو أهم شيء ينبذي أن يشغل ولكن هو خلينا أقوله بقى من غير محد يزعل ملي نوع من القصور في الفكر إن أنا اختزل الموضوع إلى أزم الدولار وابقى القموس محزم جدا طب تديني أرقامي يا دكتور معلش عشان نستبقى فهم إحنا متصورين إن إحنا عندنا استفادة وعلاقات اقتصادية جدا بأمريكا اللي هي الممثل للدولار إحنا علاقتنا بيها أخبار هاي هقول لي كان مثلا لو خدت التجارة الخارجية اللي هي يعني وارد فيها أن تستعمل الدولار تصديرا واسترادا الولايات المتحدة الأمريكية لا تمثل أكثر من 16-17% من تجارة مصر خارجية قرن دي بقى بالاتحاد الأوروبي تلت تجارة مصر خارجية مع الاتحاد الأوروبي ولا يريد ذكر الموضوع اليورو وكل الكلام عن الإيه عن الدولار في خطأ النقطة اللي أنا قلت لها التنظيم إن منظمة العملية إزاي ليه كل المعاملات تدخل البوابة بتاعت الدولار تصد إن إحنا لو فتحنا جهات إن إحنا نتعامل بعملات أخرى من ربطش الجنيه بالدولار ونه يبقى متعدد العملات أصول مشكلة إيه يا كريمة إن كنت جيتي في تحديد سعر صرف الجنيه في مواجهة العملات رحتي رابطة جنيه بالدولار ده خطأ كبير جدا أنا عايز يعني الأستاذ حسن عبدالله والمجموعة اللي معاه والوزر الأزول والعلاقة يسمعوني في الموضوع ده اللي بيحصل إيه دلوقتي إن ربط الجنيه بالدولار بمعنى إيه بيتحددي سعني عند وقت إنه مبصي البنك المركزي قاعد يدخل يتدخل في السوق رسمياً مخالي السعر 30 وكسر دولار للجنيه للدولار صح كلام؟ طيب بعد كده بقى طيب سعر الجنيه مع اليورو يتحدد زي سعر اليورو مع الدولار فبينتج عن هذا المفارقات مفزعة جدا مثلاً هديلك وده الواقع بيورو إنه فيه وقت من الأوقات فيه الولايات المتحدة بتواجه عندها فائد مع الاتحاد الأوروب كيش؟ فيحصل سعر الدولار يعلى في مواجهة اليورو مظبوط ده قالب بقى الاقتصاد ولكن كنت ربط جنيه بالدولار فتفاجئ إنه سعر الجنيه مع اليورو بقى عالي يعلى في الوقت اللي انت عندك عجز فيه مع الاتحاد الأوروبي الحلقة دي لها خروب يعني نقدر نفك طيب والحاجات الإجراءات اللي اتخذت على إنه نعمل مع دول أخرى مبادلات تجارية سواء بالاستراد أو التصدير بعملاتهم هما ماشي هاجلها دي هاجلها هاجلها ولكن خليني بقى يعني مربط الفرس إيه هنا مربط الفرس إنه أنا لازم ألغي حكاية الرابط بالدولار وأنا إيه خمس عملات بتمثل أهمية نسبية للشركاء الاخصاديين بتوعنا في التجارة وفي الاستثمار وفي القروض والكلام ده وأبتدي أربط سعر عملتي أنا بهذه السلة من العملات كويس؟ ده هيحق درجة أكبر من استقرار في سعر العملة وده موضوع يعني بتعمله بلاد كتير جدا يعني أقل منه شأنا في التجارة الدولية لو أنت عملت الكلام ده هيحصل آتي إنها تضمني أنه السعر الدولار في مواجد عفوا الجنيه في مواجد اليورو أو أي عملة تانية لا يخرج عن يعني الظروف الاقتصادية المحددة للسعر فده أول حاجة أنا أقولها وده يمكن تالت مرة لإزواج ده قبل التطبيق قبل التطبيق ولو يا جماعة مش عارفين تحسبوها أنا أقول لهم على اقتراح بسيط في حاجة اسمها وحدة حقوق السحب الخاصة كواس كده وحدة حقوق السحب الخاصة هي أساس الحساب في على جابة صندوق النادي الدول الصندوق جايب حوالي خمس عملات منديهم أوزان الدولار واخد ظاني 30 الاسترليني واليورو واليوان كواس كده واليين الياباني ناخد الكلام ده ونمشي به لغاية ما نتعلم إزاي نحسب سلط عملات ونحكم يعني عمدنا تجربة طبق عليها ومشي معها مزبوط طيب ده الجزئية الأولى اللي هي إلغاء ربط الدولار بالجنيب الدولار وده حيدينا تحرر طيب جزئية التبادل أو ما لجأت إليه القرارات الأخيرة يعني في أن نتبادل مع بعض الدول بعملاتهم المحلية زي الصين زي روسيا زي غيرها ناشا ده كلام بديع جدا وفي المزمة كنا مشيين بالنظام ده في الستنات الناس يمكن نسيت حظيم أنا فاكر في الستنات كان لدينا اتفاقات اسمها اتفاقات تجارة ثنائية مع الاتحاسبتي مع الصين مع الهند مع اليابان كان مدفعنا رب نرجع لدلوقت ولكن ده عشان يحصل ويفدنا له شرطه مهم جدا إيه هو أني ما فيه قدر من التوازن في التبادل التجاري فأنت لو تخدي علاقتنا ببلد زي الصين هتجدي لو وسط الأرقام الأرقام يعني تقريبا مقابل كل دولار بنصدره لهم بنستورد منهم ما هو عادل 30 دولار فأنت المتقولي هستخدم اليوان اللي هو عملة صين وجنيه ونسوي المعاملات تبقى أنك مشكلة في التسوية فترجعي للمربع الأولاني هتدوري على وسيء إما تديهم دهب الفرق أو تديهم دولار فقا مع الاعتذار لإخواننا دول طيب أنا هاخد في عجالة لأن الوقت أنا بحب نحاول بصراحة نزود مساحة الوقت اللي عندنا في البرنامج لأن أنا عارف عندنا حاجات مهمة طب علشان أوازن المعادلة دي بعد كده أنا محتاجة أزود إنتاج الحاجات قابلة للتصدير في عجالة يا دكتور إزاي أقدر أوصل لده شوفي أولا يعني برضا الناس نسي تنكر موضوع ده أنت عندك بالذات بعد ثورة يناير وتوابعها في عدد كبير من المصانع أغلق والحكومة عارفة كده وعترفت بهذا وكل شوية كان يطلع تصريح تشغيل المصانع المغلقة وبعدين يتنسى التشغيل فأنت لازل ترجع الملف ده تتحيل ليه بقى؟ لأن ده استثمار موارد موجودة سوقها موجود العمالة كل الكلام ده بدل ما لسه تتحيل على مستثمرين ييجوا يعمل المشروعات أنت عندك مشروعات موجودة أنا سمعت أرقام تتراوح بين عدة ألاف وبين ألف وكسر ما عرفش الحقيقة فيه أكيد الحكومة تعرف أكتر مني إنما النقطة أنه دي موارد موجودة ولها سوق وعندنا خبرة في هذا المجال ولو بد من فتح هذا الملف تحيي هذه المصانع والشركات واحد اتنين ده بالنسبة للصناعة بالنسبة للزراعة سبيل المثال أنا لازم أتعامل مع الفلاح بنفس مختلف دلوقتي الحكومة بتعامل مع الفلاح بنفس اللي يعني ما عندهش بديل وهو يرضى بالله أنا القرار فالروح مطلع له سعر هدي مثال بقى من الرز في الموسم اللي فات ده الحكومة طلعت قرر ومثالة في وزير التموين قال لك الفلاح يورد الرز عن كل فدان بيزرعوا يورد كمية بتاعته تن ويدفع الطن عند إيه 6,850 جنيه للطن الوقت ده كان سعر السوق للطن 110,000 لـ 13,000 فمعنى كده ايه ان انت بتفريدي على الفلاح وإيه اللي يتسجن خلي بالك مش اختياراً ده معناه بتفريد عليه ضريبة جائرة جداً فالسنة الجاية الفلاح مش هيزرع ما أنا مش عايزة بيعوا بسعر الخيص ومش عايزة تخلي السجن فانت الأفضل انت هتديني سعر عادل بالزبط هي فكرة سعر وذلك لما كنت وزير الجوم قالوا لي لا اعمل قطع ضع قرار بالتسعير وطول ما ينفعش تسعير الجبريق ما عندي هناش قدر ان احنا نعمل الكلام ده يخلى مشاكل أكثر من يحل مشاكل احنا نمشي بإيه شعار لعدالة الاجتماعية وعملنا اجتماع كبير على الفكرة عشان نحب اشتغل سياسة وده نقطة مهمة للموضوع يعني الحكومة بتشتغل لوحدها وكان هي اللاعبة الوحيدة في سعر لا فيه ناس يهمهم الموضوع وفيه عناصر أخر فقلنا يا جماعة هنشكل اللي جان واللجان يمثل فيها ونطلق بحاجة اسمها التكلفة ونضيف عليها هامش ربح عادل ويبقى المجموع بيسوي ايه السعر العادل نتفق على السعر العادل اللي بيخرج نرجعنا لقضية تنظيم الاسواق وبعدين عقوبة كده بقى عندنا حلقة متكاملة لو قدرنا نحن ننفذها على الأقل كحلقة مبدئية اللي استعرضها معنا النهاردة علمنا الكبير لا بسعفوا لازم نول نقطة عشان الفاهم اقتصاد ممكن يلقوطها كل الكلام ده سليم ولكن لازم تاخد بالك ان تدفقات النقود في الاقتصاد تبقى بمعدل يعني لا يخلق ضغوط تدخمي وعايد اقول ارقام بتاع الباكر وكذا بتقول انه السيورة المحلية اللي هي مجموعة الأدوات النقود وقروض اللي في ايدي الناس بتزيد أرقاما نص السنة اللي فاتت دي بحوالي 14% معناها انه على مستوى السنة تبقى 28% الاخصاد ما مبينوش بهذا المنموش بهذا المعدل الانتاج ما بينموش بهذا المعدل يبقى انت بخلاء السيولة زيدة تغطى مظبوط طبعا احنا بدأنا السلسلة مع الدكتور وانا معك هو على الهاو هقول له دكتور خلينا نكمل السلسلة دي علشان واحدة واحدة كده مع الناس من وقت للتاني حضرتك تقبلنا ونتكلم إلى أن نقدر نفرش كل الحاجات على الترابيزة القابلة للتنفيذ انتو تتشرفوني في بيتي بقى عشان احنا حيسحبنا نشوفك في أي مكان وبنشكرك جدا لأمين تقبلت دعوتنا النهاردة يعني ومشكرك على كل معلمات اللي دي تهالنا وده ختام لحديث القيرة شكرا جزيلا عايز اقول لحضرككم دكتور جودة عبدالخالق النهاردة قدم لنا روشتة سريعة ليه ما هو قابل للتطبيق حنتابع معاكم الملف ده لأنه ملف مهم بختم معاكم حديث القاهرة بكرة 9 مساء يقابلكم زملنا العزيز المفكر الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى وقالتقيكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي تصبحوا على خير